الطبيعي انه في لائحة للعقوبات في مصر في الدول المصري اللي بيغلط بياخد جزاؤه تبقى للنص يعني في نص كذا 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 هتاخد عدد مباريات وغرامة مالية الراجل جوزيجو مز زاق الحاكم الرابع ومتنرفز بيديه كده طيب هل دي لها جزاء في لائحة العقوبات تعال اوريك يلا يا شباب قال لك لو سلوك غير رياضي اتجاه اي عنصر من عناصر اللعبة بما فيهم الحكم او احن مساعدية او احن مسؤولي تنظيم المباراة هياخد اقاف اربع مباريات وغرامة عشرين الف جنيه مش ده اللي عمله جوزيجو ميز الدفع باليد للحكم او احن مساعدية او احن مسؤولي تنظيم المباراة اقاف سمانية مباريات سيد خرامة مية الف جنيه السب او البسكة على الحكم او احن مساعدية او احن مسؤولي تنظيم المباراة اقاف سمانية مباريات اعتقد سمانية اشهر يا جماعة من سمانية مباريات سمانية اشهر زايد غرامة مية الف جنيه وده مع كيكة ما عملوش جوزيجو ميز او دي اللي تمن تشهر انا عارف انا اسف انا غلطان الاعتداء بالضربة على الحكم او مساعدية او احن مسؤولي تنظيم المباراة اقاف سمان اشهر او زايد غرامة مية الف جنيه اللي عمله جوزيجو ميز باختصار تمن مباريات اللي هو دفع الحكم باليد تمن مباريات ومية الف جنيه العقوبات تم الاعلانة بتاع الاسبوع الماضي دوت امس فينا يا جماعة عقوبة جوزيجو ميز قالك عقوبة جوزيجو ميز تم او القرار في حكاية جوزيجو ميز دي تم تحولها للاجنة الانضباط ليه يا فندم دي اللايحة واضحة مش عايزينه يتقلق شخصية مش عايزوا توقفه عايز الناس كلها تبقى جميلة ومتوقفش بس اللايحة واضحة ما انت لو ما عمدتش كده هيجي بكرة حد في نادي اخر يعمل نفس الواقع يقولك ما انت معاقبتش عارف عاملة زي ايه بالزبط مش عاملة زي ايه الحكاية بتاع حسين الشاحات والشيبي كلنا اتفقنا انو العقوبة بتاعت حسين الشاحات دي كانت عقوبة قليلة ناخد مباراتين بس بس انا هنا قلتلك ايه محدش كان هيعرف يدي له اكتر من المباراتين عشان اللايحة بتقول كده انو لو تعدى على اللايحة هياخد مباراتين دي اللايحة لاحة العقوبات صح اللايحة غلط اصلا مش المفهود يبقوا مباراتين بس خلاص اللاجنة هي مكتوبة كده فلو ادى أكتر من مباراتين هيبقوا عنده مشكلة طيب لو كان عندك فرصة بقى تحول القصة بتاعت حسين الشحادي اللاجنة للاندباط على طول ما نزلتش المباراتين اللاجنة موجودة في اللاجنة كتما كنت عملت كده بس انت حسبتها ازاي انا لو قلت جوزيجو ميز تم ايقافه تم المباريات والزمالك سائر جدا ومتعصب جدا بالشكل ده هتبقى المشكلة أكبر فأجل الموضوع شوية وقول لنا انا حولتها لاجنة الاندباط ما هو ده العبس يا جماعة ما هو ده العبس اللي في الاخر بتدفع تمنه انت مش بتراضي حد انت فاكر ان انت كده بتراضي اي حد والله ما بتراضي اي حد بتلف وتيجي في اشك انتك اللي بيدير الكورة في مصر ما بتراضيش حد اعمل الصح ما هو بكرة النادي التاني هيغلط والنادي التالت هيغلط والرابع هيغلط ويبقى انت واضح وصريح ومحدش هيجي عليك ومحدش يقولك انت غلطان في حاجة